اشتركوا في القناة وفي هذا الفيديو سوف نتحدث عن واحدة من أهم المنصات العربية للعمل الحر وهو موقع خمسات هذا الموقع الذي يضم عددا كبيرا من المستقلين والمشترين لبيع وشراء الخدمات الإلكترونية ما هو موقع خمسات؟ هو موقع عربي ضمن مؤسسة حسوب عبارة عن منصة تضم عددا كبيرا من المستقلين والذين هم بمثابة البائعين على الموقع لتقديم الخدمات الإلكترونية بالإضافة لعدد كبير من العملاء الذين هم بمثابة المشترين والذين يقومون بشراء الخدمات التي يعرضها البائعين ومن أهم مميزات هذا الموقع أن تكلفة الخدمات تكون من فئة الخمس دولارات ولهذا سمي بموقع خمسات مما أدى لإقبال المشترين على موقع خمسات وطلب الخدمات الإلكترونية يضم موقع خمسات أربع أقسام رئيسية وهي أولا التطبيقات يعرض هذا القسم مجموعة مختلفة من المجالات التي يقدم فيها البائعين خدماتهم مثل خدمات الكتابة والترجمة خدمات التصميم خدمات التسويق الإلكتروني خدمات الصوت خدمات البرمجة والتطوير خدمات التدريب عن بعد فكل ما عليك فعله كمشتري هو أن تدخل على هذا القسم وتقوم باختيار نوع الخدمة المطلوبة ومن ثم يبدأ الموقع بعرض كافة الخدمات المعروضة من قبل البائعين والتي قد تلبي طلبك ثانيا نماذج أعمال تم تنفيذها في هذا القسم يقوم البائعين المستقلين بعرض نماذج من أعمال قاموا بتنفيذها مسبقا بما يساعد العملاء على معرفة طبيعة العمل الذي يقدمه المستقل فمن خلال هذا القسم يمكنك كمستقل العمل باجتهاد على نماذج أعمالك وكسب ثقة العملاء فكلما كانت نماذج أعمالك قوية كلما تلقيت طلبات أكثر من العملاء وازدهر عملك وزاد ربحك ثالثا طلبات الخدمات غير الموجودة هذا القسم يتيح للعميل الذي لم يفلح بإيجاد البائع المناسب للقيام بخدمته أن يعرض طلبه ومتطلبات الخدمة التي يريدها ومن ثم يبدأ البائعين بالتفاعل مع طلبه وتقديم عروضهم لخدمته وبذلك يتمكن العميل من اختيار البائع المناسب لتنفيذ خدمته وربما يكون هذا القسم مفيدا للبائعين الجدد الذين يحاولون كسب أولى عملائهم رابعا تجارب وقصص المستخدمين هذا القسم يتيح لكل المتواجدين على موقع خمسات من بائعين ومشترين سرد قصصهم وتجاربهم على موقع خمسات حيث يمكنك كبائع جديد التواصل مع غيرك من البائعين والاستفادة من تجاربهم المعروضة فكثيرا ما يتطوع البائعين بنشر الأخطاء التي ربما يقع فيها البائعين الجدد وتقديم بعض النصائح المهمة والتي تساعدك على استكمال مسيرة عملك بالموقع سوف تجد التواصل مع مجتمع خمسات ممتعا ومفيدا على هذا القسم فربما تعتقد أنك تسير وحدك على طريق العمل الحر لكن سوف يزول هذا الشعور بالتواجد على هذا القسم ما هي وسائل الدفع على موقع خمسات؟ يتيح موقع خمسات الدفع من قبل مشتري الخدمات عن طريق الفيزا كارد والماستر كارد وعن طريق حساباتهم على بايبال مما يسهل عملية الدفع والشراء كيف يمكنني البدء بالعمل على موقع خمسات؟ في البداية وكما أوضحنا في الفيديو السابق الخاص بالربح من خلال الإنترنت عليك بتحديد نوعية الخدمة الإلكترونية التي ستقوم بتقديمها ثم عليك باتباع الخطوات الآتية لبدء خدمتك الأولى على خمسات أولاً قم بكتابة كلمة خمسات على متصفح الإنترنت ليظهر لك الموقع ثانياً عند الدخول للموقع قم بتسجيل الدخول للموقع عن طريق تعبئة بياناتك الشخصية من الضروري جداً إدخال بيانات صحيحة للموقع حتى تتمكن من عرض خدماتك واستلام أرباحك فيما بعد ويمكنك مشاهدة العرض التقديمي الذي يقدمه لك الموقع والذي يخبرك بكيفية إدخال بياناتك بشكل صحيح ثالثاً ينصح بعد التسجيل بالتجول داخل الخدمات المعروضة بقسم التطبيقات لكي تتعرف على الطريقة التي يقوم المستقلين باستخدامها لعرض خدمتك وأثناء التجول بالموقع سوف تتراء بذهنك أفكار عديدة لكتابة خدمتك الأولى رابعاً قم بقراءة قوانين موقع خمسات لكي تتجنب الأخطاء التي قد تقع فيها أثناء تلقيك طلبات العملاء وأثناء تنفيذك للخدمات خامساً عند كتابة خدمتك الأولى قم باتباع القوانين الخاصة بكتابة الخدمة لتفادي الأخطاء وهناك عرض تقديمي يوضح الخطوات اللازمة لكتابة الخدمة سادساً بعد كتابة خدمتك ونشرها سوف يقوم الموقع بمراجعة الخدمة قد يتم رفض خدمتك من قبل الموقع في البداية ويرجع السبب في ذلك لخطأ ما يخالف قوانين الموقع أثناء كتابة الخدمة سوف يتيح لك الموقع التعديل على الخدمة حتى تتمكن من نشرها مجدداً سابعاً بعد مراجعة الخدمة والموافقة عليها سوف يصلك إشعار من موقع خمسات يخبرك بنجاح خدمتك ونشرها على حسابك بالموقع ومن ثم يمكن للعملاء طلبها في أي وقت لا شك أن العمل الحر يشترك مع غيره من الأعمال بوجود بعض الصعوبات والتحديات خاصة للمبتدئين لكن ربما يكون العمل الحر هو الأقل صعوبة والأكثر أماناً لكثير من المستقلين عليك بتطوير مهاراتك وخدماتك باستمرار والحرص على تقديم خدمتك بشكل جيد فالموقع يتيح للعميل تقييمك بعد كل خدمة هذا التقييم يترك انطباعاً عنك للعملاء الآخرين فاحرص دائماً على تقديم أفضل خدماتك شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة